قناة المسلم أخو المسلم الدعوية ضوابتك للعلم النافع فالاستجابة لله تبارك وتعالى ليست مرحلة وقتية أو أيام معدودة والنضرب مثالاً بموسم رمضان من الناس من يتحرك في استجابته لله سبحانه وتعالى في رمضان حتى إن بعض الناس لا يعرف المساجد إلا في رمضان وإذا خرج رمضان تركوا المساجد أو ضعوا فإتيانهم إليها حتى قال بعض السلف هؤلاء بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان ورب رمضان هو رب شوال ورب الشهور كلها ومطلوب من المسلم أن يكون مستجيباً لله تبارك وتعالى في الشهور كلها وحياته كلها وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي داوم على عبادة الله داوم على طاعة الله إلى أن يتوفاكم الله تبارك وتعالى وأنتم على هذه الحال من الاستقامة والاستجابة والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه